هنا تناقش العديد من الطلبات والاقتراحات المتنوعة في الشأن البلدي فتعقد الاجتماعات ويتم الرابط مع الجهات الحكومية المعنية للإعلان عن الموافقة الرسمية للعديد من المشاريع المنتظر إنجازها وتطوير وتحديث الأخرى منها فمن بين لجان المجلس البلدي أنجزت لجنة محافظة العاصمة العديد من الملفات فكان أبرزها الموافقة على مشروع تطوير واجهة الشويخ البحرية المقابلة لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وبتخصيص مواقع للاستعمال التجاري المستقبلية ومشروع مساحة ساحلية بمساحة الكلة 150.760 متر مربع طبعا وافقنا على هذه المكونات المشروع عبارة عن أربع مناطق فورزونز وفي المناطق هناك عدة انشطة واستعمالات يعني في كل زون في استعمالات محددة بس بشكل عام يعني هي تحتوي على ملاعب رياضية ومساحات خضراء مساحة شاطئية رملية بالإضافة حديقة مغلقة مسارات المشي وبعض النسب اللي فيها أيضا تجارية وترفيهية فهذا إن شاء الله مشروع من المشاريع يعني الواعدة على الواجهة البحرية واليوم مثل ما قلنا خلصنا على موافقتنا بالمكونات الكاملة للمشروع كما وفقت لجنة العاصمة على الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي فهدم ساعد العبد الجادر بتخصيص ساحات الشويخ الصناعية لإدارتها عن طريق شركة إدارة المرافق العمومية تخصيص بعض ساحات منطقة الشويخ الصناعية طبعا تخصيصها لوزارة المالية لكي تدار من قبل شركة المرافق العمومية على أساس أن تكون هذه الساحات يعني مواقع لمواقف السيارات المهملة اللي يمشوها المناطق هذه ومسبب ربكة وازدحام داخل منطقة فكان هذا الاقتراح معروض وتمت الموافقة بعد النقاش مع شركة المرافق العمومية في هذا الجانب أخيرا لجنة محافظة العاصمة وافقت على طلب مؤسسة الموانئ الكويتية بتخصيص أرض دفن لمشروع طموح بتطوير جنوب شرق ميناء الدوحة ليبقى الإنجاز عنوان مميزة للجان المجلس البلدية رادي شمري قناة الأخبار